نيابة عن الرئيس السيسي ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء وذلك ضمن فعليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بوكي وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي في سياق عالمي يموج بالأزمات والتحديات ويحتم تبني توجه مختلف أكثر عدالة وأكثر إنصافا لافتا إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بأفاق راحبة للتنمية وتعد سوقا ضخمة توفر فرصا واعدة للتجارة والاستثمار لسيما بعد توقيع على تفاقية التجارة الحرى القرية ودخولها حيز التنفيذ وهو الإنجاز الذي تحقق خلال رئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019 مشيرا إلى أن مصر سعت إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وطيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة 2063 والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تعرقل تنفيذها وأكد الرئيس الوزراء أن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراقة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجامعات الاقتصادية الأفريقية كما أشاد مدبولي بأهوج التعاون المختلف بين مصر والصين في مجال الصناعة وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين معتبرا أن منطقة تيدا تعد نموذجا ومشروعا بارزا يوضح العلاقة بين استراتيجية الحزام والطريق في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر موسيقى